لا مسافة بين شقيقين فنوافذ بغداد مطلة على الكويت والأبواب مشرعة بين البلدين الطائرة التي حملت عنوان أول زيارة الرسمية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الكويت ترفع شعار رسم خريطة الطريق التي تجسدها بغداد والكويت معا وعلى الدوام بغداد هي مفتاح العلاقات التي تكمن أسرار قوتها في متانة التعاون وتطلعات إلى مستقبل يعلو فيه صوت التفاوض لملفات عالقة لكنها طاولة بغداد والكويت التي يجلس عليها الكاظمي ونظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دور فاعل تنتجه حكومة الكاظمي وسمع صداه في الأرويقات الكويتية جعلت من وجهات النظر واحدة وثابتة تجاه المصالح المشتركة بين بلدين تربطهم الجغرافية وتبني جسرا أكثر متانة لمواجهة التحديات العراق نقطة التقاء الحوار هذا العنوان الأبرز الذي يشكل خريطة طريق جديدة تفتح في بغداد وتفتح أفق الالتقاء في المواقف وتوحيد الأهداف المستقبلية بين البلدين حكومة وشعبا لذا فإن دعوة العراق للكويت في المشاركة بمؤتمر القادة ما هو لا تأكيد على أهمية الكويت تلك الأهمية التي تجدها حكومة البلد الشقيق في بغداد السلام أيضا أما صمام الأمان المشترك فالعراق صمام الكويت والكويت كذلك والمصلحة المشتركة في القوة هي الأكثر أهمية لجعل القوة في العراق حاضرة بعد سنوات الخرابة التي خلفها الإرهاب ويتشابه البلدان في المشتركات والخبرات والتجارب التي عصفت في أرض العراق والكويت ما يعزز ويمهد لصناعة تعاون مبني على رؤية حكيمة من قيادة الكويت رؤية يؤمن بها العقل السياسي المدبر في كل البلدين نحو الإيمان المطلق بأن مصلحة الكويت الاقتصادي من مصلحة العراق الاقتصادي والعكس صحيح ترجمة نانسي قنقر